نشر المسؤولون الامريكيون صورا لأجزاء الصواريخ الإيرانية التي اعترضتها البحرية الامريكية وهي في طريقها إلى مليشيات الحوثي وعرضت الصور خلال إحاطة إعلامية مع براين هوك الممثل الخاص بشأن إيران والمستشار الأول لوزير الخارجية مايك بومبيو وقال هوك خلال مؤتمر صحافي بمقار الخارجية الامريكية في واشنطن أن شحنة الصواريخ المصادرة من السفينة الإيرانية في بحر العرب تعتبر الأكثر تطورا وكان مسؤولون امريكيون أعلنوا في وقت سابق أن السفينة الحربية تابعة للبحرية صادرت كمية كبيرة من قطع صواريخ موجهة كانت في طريقها إلى المتمردين الحوثيين في اليمن وقال المسؤولون بحسب ما نقلته وكالة سيشتيد بريس إنها المرة الأولى التي يتم فيها الاستلاع على أجزاء الصواريخ لصواريخ متطورة بهذا القدر خلال نقلها إلى الحرب في اليمن وأوضحوا أن مصادرة القطع نفذتها البحرية الامريكية وفريق من خفر السواحل الامريكي وتمت على قارب صغير في بحر العرب الأربعاء الماضي